اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية التاريخية من تميز على مختلف الأصعدة وأهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو ويحفظه الله اليوم في قصة الإقضابية بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعال الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السفير ويليام روباك نائب الرئيسة في ذي لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن حيث أشهد سموه بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما وصلت إليه من مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة منوها سموه بالدور الذي يطلع به معهد دول الخليج العربية في واشنطن في نشر الدراسات الاستراتيجية والتحليلات والأبحاث الدولية ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتمنى سموه للقائمين على المعهد التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه المنشودة